الخبر اولي عدنا عن موفلوكز وحقيقة الزواجة فمن برحة نزل هذا المقطع يا حبايب على قناته الإنجليزية ولكن اليوم يا حبايب كيشف موضوع الزواج اذا هو حقيقة او لا فحسب موضوحه بهادئ الستوريات ان الزواج عبارة عن مقلب مؤكثر والاشخاص اللي كانوا موجودين هما عبارة عن ممثلين مؤكثر فكتبوا بالكومنتات شو رأيكم بهادئ الخبر ننتقل حاليا نور مارو ليش هو ما نزل حلقة الاولى من برنامجه الجديد اللي هو في الخلاط فمبرحة نزل شوية ستوريات يعتذر من متابعينا انه ما رح تنزل الحلقة مبرحة ولكن يا حبايب رح تنزل اليوم وبعدا نزل شوية ستوريات ثانية يقول بيها انه بالبرنامج رح يجوه ويم اليوتيوبر هم مصوروا يهم هذه الفترة يعني وعن ما ديلمح ممكن تكون القمر من بين الضيوف يعني مادر صراحة رح تلكم اياه شوفوا طبعان يا جماعة خلصت تصوير اليوم صورت لكم كما حلقة للبرنامج معنات التوقع من الضيوف المعاي جدا مميزين واصلا انحنا ممكن ما ظهرنا ببعض كتير بس انه واو الحلقات جدا رهيبة رح تشوفوا جدا برنامج من العمر ننتقل حاليا الصبا وليش هي صارت تبشي فا احمد ابو الروب اللي هو خطيبها نزل شوية ستوريات يقول بيها انه صبا قاعدة تبشي لان رجع حسابها بالانستغرام بعد ما هو طار رح اطوكم الانستوريات يا حباب شوفوها الصبا بتعيط لانه حسابها رجع على الاسم اوه اوه جماعنا ما صوت عيط بحس حالي شجره بعمش في الواه شوها زائر مهم بعمش في الواه شوها زائر مهم نزلي بوست ننتقل حاليا لمحمد كريم يا حباب ورد على بعض الاسملة فسألوا اذا رجعت لك اميرة واعتذرت من عندك هلا ترجع لها فلزل هذل السوري كان يسألوا اذا اعتذرت لك اميرة قال سيلقاني طافر يعني هو رح يهرب او انه هو مستحي يرجع لها بالمختصر اشتركوا رد محمد كريم ننتقل حاليا يا حبايب الصبع والمقابلة اللي سوتها كشرت به هواي من الحقائق وعمل اشياء يا حبايب انه ابوها كان مصاب بالسلطان للاسف يا حبايب طبعا ولكن الحمد لله انه هو تعالج من عنده وحسب ما قالت يا حبايب القصة كاملة رحطوكم اشوفوه الله بابا عنده له مكان خاص في قلبي طبعا لانه بابا كان مريض سلطان نعم هاي المعلوم اللي يمكن قليل بعرفها بلكن ان تشافى منه الحمد لله لا بصير احنا لما عرفنا احنا اللي اتدمرنا هو طب لا اول ولا اخر واحد عادي ما شاء الله وهيك زلمح البصر الحمد لله يمكن هاي الفترة اللي كان انكسرتي فيها اه بصراحة يعني بطلع على حالي انه لا ما بقدر يعني فكرة اخسر حدا من اهلي هاي عندي عقدة يعني هل تعتبر هاي اكبر مخاوفك في الحياة اه اخسر ناس بحبهم فقط وخاصة اهلي يعني بعد عمر طويلة ما بقدر ممكن صرفيه صراحة بعد عمر طويل جميعا وابنضاف انه صار التالي انوك اغنية جديدة رح تنزلها بعنوان يوم او يومين رح تنزلها قريبا شوفوا المقضى انك بديتي في عالم الغناء وما زلت ايضا تطمحين للوصول في هذا العالم هل في مفاجآت مثلا قريبة اغنية اشي رح تفاجئ في المتابعين ان شاء الله بعد رمضان بعد رمضان هيحبوها كتير يعني اكتر اغنية جد مشغول عليها لانه يوم يومين ننتقل حالين يا حباي باللانة والستوري السبب شوية ضجة فبهذا الستوري كانت كتب بيه يا رب كفينا شر الناس ومكرهم وحزدهم وغيراتهم ولأمهم وكيدهم واذاهم الاغلب اتوقع انه هي تقصد قمر الطاي انه هي غيرانة من عده الانهيوين ورمار وما ادري الصراحة اكتبنا يا حباب الكومنتات شو رأيكم وبس لنوصانت المقطع فجر وطب اللايكات شاناكو فيزين من قاتل القصاص احبكم ومع السلامة